مجلس الشورى جلالة الملك المفدى حيث نواها بما يليه عاهل البلاد المفدى من اهتمام وحرص مشهود على استقبال أعضاء السلطة التشرعية في مختلف المناسبات وقال الصالح إن شهر رمضان المبارك يهل على مملكة البحرين وهي تحقق التعافي من جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى معربا عن التقدير العالي للجهود المضنية التي يقوم بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبينا أن السلطة التشرعية تسترشد بتوجيهات جلالته من أجل استدامة نماء وازدهار المملكة وتعمل على ترسيخ وتقوية التعاون مع الحكومة الموقرة مشيدا بالعمل المشترك والتكامل بين السلطتين التشرعية والتنفيذية